ويابون يبيع الشالي بعد لو فلوس الدنيا كلها ما بيعه كفاية لأمتنا على قولتيج وإذا على الفلوس الفلوس يتوفر إشار وتتدبر مو مشكلة عاد انت عاد شتحيلك اشتغل وتعب وكد وكولك راس مال ها؟ وسول اللي تبي على فكرة أنا قلت له طبعا مش تعد أساعدك بالفلوس بس هو رفض هو بس رفض كنت حتى أنا أمه ما أرضى يأخذ مني شيء عينيجة يا أمه من علي طالع بعتم يوم انت عطيتيني وما قصرتين وانت بعض خاضي عمرك ما قصرت معاي خلونا نعتمد على نفسي لها من هالمرة مزين بادي؟ ملتم قاعدين؟ قوم 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 يبلي عنده قوم 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 يلا 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 ننطرق هناك يلا يلا طبعا ما قوم فإن ع�들 بأي وقت. ايو انتي الصادجة. هدا طلعت الحين بحرك بروح الشالية بلي ساعة ونصد. تلقين هو الحين وصل وقعد يبلبط بالبحر بعد. ما تعلميني تسوولش؟ سواء الشيخة ولا يوسف؟ ما تعلميني ليش تكرهينهم كلها الكر هذا؟ تحت نعينيش على الشالية اللي بقى لهم الشي الوحيد من حلالهم؟ ونتشلم ضايقك. هذا التجارة والتجارة الشطارة. التجارة الشطارة. ما يعطي إلا على الشاليهم؟ جدا مش كاهي الشاليهات مكودة. شوفيني ليش أي شاليه واخذي؟ اللي قولي يكره وحقد. حقد؟ هذي ذات الأبي أساعده وأوقف معاه؟ تساعدينهم؟ الله العظيم شي يضحك. تساعدينهم بحلالهم بفلوسهم. ردينا على نفس الموضوع؟ شوفي حياتي. ترى أنا لما الحين ما زلت محترمج. وصابر وساكت. قاعد أقول يمكي في يوم الأيام يصحى ضمينك وتنتبهي اللي في عاينك. فلا تضطريني أني أفاتح عيالك بالموضوع. شوف فالح؟ لا تكبر السالفة وتخليني أقطع الشعر اللي بينه وبين العائلة. نصيحة مني اسكت لا ينقلب الموضوع على راسك. شو قصدك؟ شتاب تسوي؟ المثل يقول الباب اللي يلك منه الريح سده واستريح. قصدك تفنشيني؟ أفهمها مثل ما تبي. مرحبا. 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 ايه ما بالي مشغول فيك. قاعدة فكر. شلوم تشتغل شرق الخاص. شلوم تيبراس المال. وأنا بعد ما بيك حقوب ما دراست وتعبت. تشتغل موظف حادي عند الناس. لا تحاتيين يما لا تشغلين بالج أكيد رب العالمين سبحانه بحلها ونعم بالله نزين أنا عندي حل اسمع تاخذ قرد من البنك وتبلش براس مال قوي قرد مرة واحدة اي وفوايد بعد ها لا يبقى وش حقها ياخذ قر انا قايلتلك يا يما بيعش عليه ولا جزء من مجوهراتي والله خالق قالتك خالقي ساعدك لا يما لا مجوهراتك ولا شالي ولا خالي ولا قرد خلوني انا شوي اعتمد على نفسي انتي ما قصرتي معاي سنين صرفتي علي بما فيه الكفاية خلاص الحين يا الوقت اللي انا ساعدك انا اللي اصرف وانا اللي اعتعب ان شاء الله قدر اعوضك على كل هالسنين هذة اللي تعمتي معاي والله يا يما لو عندي عمر ثاني غير عمري هذة شان اعطيتك ايا بدال الحلال اللي ضيعتلك ها بعد عمري يا يما لا تحسين بدنا ما حين يدري شن اللي صار خاص قليها على اول والله كريم الله يحفظك يا حبيبي يوفقك ويفتح لك كل البيبان اللهم امين سنينما دواعات قوموا بقليلتلكم يلا حبيبي يلا يا بختت يا خالتي على هالدلال طيبتك وحنانك وهم اللي خلوني اموت فيك يا يوسف انا اقول سيلي امك اوهي تجاوبك امي واحدة غامضة واير اشياء تسويها ما انا عارف شي يعني هي ليش تكره عمتي شيخة انت هي قاعدة تعطيني الملح للجرح بتعمي بدراسة تشيب امرك لك وحسن لك امي اذا تبت تساعدني عشان ادرس وايد راح ارتاح انا وايد ابي اعرفش قاعد يصير يعني انا واخوي ناصر ملاحظين المشاعر الكرحة لامويبس وانا ادري شغل اسبابها ما علي يبا ما علي كل شيء بوقت ان شاء الله يعني انت تعرف شيء ما تبت تقول لي قاعدة قولت كل شيء بوقت يا يوبا لا تستعيلين اذا خلطي سعاد لاش تكره اموي سيلي اموك اموك راح تقول لك كل شيء ولا تسيليني مرة هاي ان شاء الله عمي اصفني ازعجتك اموك راح تقول لك اموك راح تقول لك اموك راح تقول لك اموك راح تقول لك وستطيع لك كيف يتصل لك اموك راح تقول لك ما أقدر أنسى يوم يا بولي كأعيال خالق الهدية إش كثر أنت طيب وحنون اللي صار معايا أنا وأموي أعلمني واحد أشياء أعلمش أن أحب أشيائي الغالية وأحافظ عليها وأدافع عنها لشان لا أفقدها تسجأني من أشيائك الغالية؟ وتشكيني به الشيء مش أعلم أنت هي حلى صورة للماضن حفرت بذاكرتي أنت من الأشياء الغالية عندي اللي ما تلوثت بصراحة أنا قبل شوي حسد خالتي شيخة عليك شلون قاعد قل لها قومي أكلي وتعالي شكثر أنت حنون وطيب على رقم سنك هذا فيك حنان الأبو بلاحظة شفت خالتي شيخة تغيرت لبنتك مو جنها أمك جتلك اللي صار معانا أنا وأمي أعلمني أحب وحافظ على أشياء الغالية بس بس عاد كافي أنا اللي فيني مكفيني ليش عاد يوما ليش ترحنا كبرنا وكل التصرفات اللي تصير جدامنا غريبة مو قاعدين نفهم ولا شي منها قولي لنا خلينا نحنا بعد نرتاح بعدين مو وقتا الحين أيا لمتا وقتا يوما ليش كل الناس يكرهوني قولي لي يمكن لحنا نوقف بصفك يمكننا نساعدك قولي قاعد شبن عليكم توقفون بصفي حتى لو على باطل أنا أمكم وهذا حق عليكم دلفا يروح الجامعة يا الله حياة مرتخالي لازم التعاقب وأنا بعد ما يصير أضل جديد مسالم لازم أقاوم وانت شا تفكر فيه يوم لك يوم عليك اللي ربح اليوم بحجري خسر ما فهمت يعني ش قصدك الحين يعني ألعب معها هي كسبت منها جولة وأنا بحاول أكسب منها جولة أو أغرمها أي شي بسيط من حقي أنا أم لا 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 يا الله أنت ش قام تقول يوسف أنت مصجك أنت متعلم وراقي وعندك ضمير ليش تخلي أحد يغير معدنك أمر تخالك هذي مثل البيت المهجور إذا درشيت فيه ما تدري شنو تلقى بالظلم أمر اش حسينتي بالظلم أمر تشفت يا أقرب الناس اللي تشيعاني مثل ما أنا قاعد أشوف أمه أميها مشاعر على كل اللي سويتها لي أعملها لحين تحس بالذنب المشكلة مع أمر تخالي مو مشكلة الحلالي اللي طاف بس نعم مشكلة نها قاعد تأدى على حياتنا تشيل تفكيرا من حقك تحس بالظلم ومن حقك تزعل على زعل خالتي بس مو من حق أي أحد يغيرك موسيقى 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 أبي أعرف الحين أنت ليش عبتنا هنا الحين شين سوي عشان أبعرف الحقيقة وما حدي عرفها غير خالتي سعاد يالله بسم الله موسيقى موسيقى ما قتليش شقلت على الكلام اللي أنا قتلك إياه ولي رديني مرة ثانية شوف يبوح إذا قاصرك فلوس أنا مستعد أساهم معاك بعشر تلاف دينار عرفت شلون؟ وعطني أرباح عليهم كل سنة وإذا خسرت أمسامح يا موسيقى موسيقى أنا الله سبحانه وتعالى مره علي الله ما أعطيني حلال وايد لكن أنا ما بيك أتخلي هذه حياة التحكم فيك ليتحكم فيني الأمانة مو حياة ريال قاعدة دافع عن حلال إختي قاعدة أحميها ودافع عنها أي بارك الله فيك الصدفة أنا وأنا رايح قرفة التجارة شيت واحد ينقال لك خالد وكلمة مني وكلمة منه وعرف أني أنا أخوك وأنت أخو أم يوسف من خالد هذا؟ خالد حبد اللطيف وحسب ما قال لي إن مريم تكون أختها اللي إخوانك راحوا يخطونها لك يوم الحادث ويه صوج الدنيا صغيرة تذكرتها خالد والبادر عبد اللطيف هذا أبوه الله يرحمه كان صديج أبو شيخه وسند راضي أمكم ما تحب أحد عشان شريمة حديحة بقا خالتي إحنا اليوم يا عينجنا بنعرف الحقيقة أمكم الكلام إذا أمكم ما رضت تقوله ولا أمكم راضي يقوله أنا ما قدر أقوله سامحوني خالتي تفين علمينا اشتبونا علمكم اللي صار ما ينقال وإذا نقال ما يتصدق في ناس برياء نداسوا ونغدروا ونواخذ حكم وفي ناس ما يسوون صعدوا فوق 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 وصار يشبون ويخيطون موسيقى موسيقى روحي ساليها ولا قولك قولي حك شيخة ولا حتى يوسف الجواب مو معاي أول ما توفر المبلغ عنده راح وهو مع أمه حق بيت أختك لقوها بايع البيت زينت ما عرفتش كتر المبلغ؟ طب يصجي أخوي أنا استحايت أسأل بس هو طلب اسم أختك الرباعي عشان يكتبع تشيك ويسد الدينة وهذا كرتك يا الله أساح تكون رزقة سنعة وتكون من نصيبك يا يوسف الله يرزقك يا يوسف الله يرزقك يا يوه حبيبتي خالتي سامحنا زعجنات شعات ويهذا الساعة المباركة كان زين كان زين تزعجونك اليوم حبيبتي الله يعطيك العافية خالتي الله حافظك خلي بالك مدرب يا عمري إن شاء الله مع السلامة حبيبتي الله حافظك أمي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قوة بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم تذكرين لما كنا في الشالي وكنا تكلم عن يوسف يفعل الفلوس والأشياء اللي كان محتاجة علشان يبتدي يعرف الشلون ولما عرضت عليه المجوهرات والشالي رفض ولما أنا أيضا بعد عرضت عليه بني أساعده وأوقف معه هم رفض وقال أني أنا ما بي أعتمد على أحد أني أنا شوي شوي بأكون لي رأس مال وأشتغل فيه تذكرين سؤالي ماذا حال؟ يوسف؟ يا هلا هلا يا هلا بالحبيب شونك؟ أنت موين طالع موين مكتفين موجود كنت أدرس بره وتاني وتخرجت ورديت ما شاء الله ما شاء الله مبروك التخرج الله يبارك بحياتك شونك شخبارك شويت؟ أنا زين الحمد لله موجود بالديرة وتخرجت من هنا مو نفسي بعيال الفلوس اللي تخرجون بره لا أهوين حيال الفلوس خبرك عتيج يا معود بروس تساوت يا أخوي شو ما فهم ما فهم هذه سالفة طويلة يبيلها قاعدة ما عندك هنا ما عندك هنا ما عندك معاملة ما خلصت ما خلصت؟ رئيس القسم اللي هنا رفيج الوالد الله يرحمه خنروح لها خنشوف يزيم وعقبها الروح أنا قاعدة بقي قهوانا وياك ونعرف علومك وأقول لك كل الأخبارين يلا يلا توقع لها أنا أقول لتسالفة خالد بالضبط تذكريه من سنين سنين طويلة من زمان لما كان حلالك بيدج خالد سلم جلا يحتاج خمسين ألف دينار بعد ما نضرب بالسوق سوء في السوق نضرب عرفته شلون أبوك أبوه كانوا رابع أصدقاء أخوان دنيا عاد أبوه تسوى أبو خالد كان يسأل معارفة يسأل مني 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 علشان يساعد ولده أبوك استخبر داره بالسالفة قاموا إياك قالت يا أيبوه تقدري تشاركيه ولاو بخمسة ألاف دينار أنا وافقت شعرك؟ وافقت دفعت دفعت الخمسين ألف دينار ورفضت لا سند ولا ورقة ولا أي شيء وقلت روحيبه من يسرك لحسرك سوء أمور الشركة تمام الحين ايه الحمد لله الله وفقه وتيسرت أمور الريال وكل هذا فضل شنتي وعقوبة عرف طريجج بصدفة بالمجاسم إياه علشان يبرد ذنبته اللهم لك الحمد والشكر أشكر يا أخوي ما قسرت يزال الله ألف خير أنا ما أدري شلون في ناس يقدر تحمل تيش بكل هالشر هذا ما تخاف على نفسها ما تخاف على عيالها ما تخاف من الله زي إنك تحملت كل هالظلم هذا وعديتها تقدري لو واحد ثاني كانت تخاف فيها جريمة مش بس تفيد هي بتموت وعيالها بيرثونها وأنا بنسجن هذا إذا ما أنا عدمت الله يا الدنيا زي إنك تحملت وطوفت كل اللي صار أنا ميح تكاسر خاطري إلا أمك ماش أسوي؟ وايد وسوس لي شيطان يا أخوي خانا روح أخربها واللي فيها فيها للمهم إنك تبرد حرتك يا يوسف ماذا؟ ماذا ذكرت ربي تعوث من إبليس حطيت أمي جدام عيني من لها غيري ماذا تسوي إذا فقدتني؟ شوية فلوس يا مش على البقت من خذينة بيتنا اليديد حاولت نهاية أصرف علي فيها درستني وسفرتني بدرست بحسن الجامعة وهذا أنا جدامك الحمد لله لك زيني معود أنك تعوثني بليس تذكرني تصدقني ما راح أتهنى بحلالكم كاهي متهنية سنين الشركات تكبر والأرصد تزيد ما حد راحت عليه إلا أنا أمي يا أخوي ودي أتكلم بس بس مو سبل عم أم الظلمرت خالك ما قدر أقول شي وأنت الصوج وأنت خالك المهم ما علينا الحين ما تبي تشرب شي ما تبي تأكل شي هنطلب لك هذا أبو جاسم يبقى أبو جاسم أي الخير وأي السعد هذي مو أختها مريم اللي توق تكلمت عنها اللي كنت بتخطبها تزوجت ولا لا الله يا داك يا شيخة يمانسين راحت تبيني أسأل الريال أقول لها تحال إختك تزوجت ولا لا الله يا داك ما تري عنها لها فشلة ما سألت واي ماني مصدقة خمسين ألف دينار بسمي تستاهلين تستاهلين أكثر المهم دقي على يوسف فرحي بلغي وش حق قد تصل عليه بفاجأ بجير الشيك بسمه كيف اج كيف كنت عاد زين تبيني مني شيك؟ سلامتك أكثر من جدي شنو أبي زين أنا فيمش لأني عندي شغلها الله يوفقك حبيب بلو مع السلامة مع السلامة ألو هلا سارة حبيبتي أي أنا بالمشغل خوش تبيني ضروري؟ لا 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 أعطيني المشغل بروح البيت الحين أنا تعالي هناك أوكي؟ يلا مع السلامة أحد السموحة يا أخوي خديتك بشراء عميداف وقرقت عليك وما أعطيتك فرصة تسولف لي عن نفسك ملحوق إن شاء الله إن شاء الله اسمع ما ذكرتي دقي علي بأي وقت وتمرني إن شاء الله المكتب نشرب قاوة وتوسع سدرك إن شاء الله أكيد بمرك مو تنسى ولا تكيسل لا ما راح أنسى ولا تكيسل ألف عليك ما أنا نناوي أضيعك مرة ثانية إن شاء الله أنت أخوي وأزيزي وأنت ما بعد طول العمر يلا سألينك يلا سألينك يلا الحمد لله بخير أنت شون الشي نظر عيني أنا بخير الحمد لله عمتي أنت فاضية؟ أي فاضية خير في شي؟ لا لا ما فيني شي بس بصراحة يعني حبيت أسولف مع أنت شوي قولي بعد أمري قولي تحد شي عمتي أنا خايفة خايفة؟ من شنو خايفة؟ صراحة يعني يوسف اللي أتمان ناري اللي طول عمري خايفة ينغرم بفلوس سارة ويتزوجها علشان يعوض اللي راح منه ما أفتكر أسبوع اللي طاف يوسف كان عندي وسولفنا سولفنا موضوعك يوسف يحبك ويموت عليك مزين عيلش يقصد من كلام إنه حياة لازم تتحاقب متى قالتش هالكلام؟ أمس لما كنت عندهم بالبيت قال لي كلام وايد خلاني أحاتي وش قالت بعد؟ قال إنه ما رح يستسلم أنا وايد خايفة إن حساسه بالظلم يخليه فكر إنه يتزوج سارة حشان ينتقم من أمها لا تحاتين ساعات الواحد بلحظة عصابية وزعل يقول أي شي حتين شيخة ما ربت ولدها على الانتقام بس الصراحة أنا ذاك اليوم شفت البنت تتميه لحق يوسف أي؟ يعني عمتي شفت اللي أنا شفتها؟ الصراحة اللي لا عيون يشوف ولا أدون يسمع إلاحظ نظرات هذه الليلة اليوسف بس على قولة فالة حرصة يولا تخونين بطلع عيونك حدل إن شاء الله عمتي صح كلامك إن شاء الله يصير خير يلا مع السلامة السلام حبيبتي باي لا يا حبيبتي مو كل شي ينعرف ينقال أي بس الموضوع عمتي أنت وعمي فالح وخالتي سعاد وحتى أمي كلكم واضح إن في سبب حق الكراهية هذي كلها تكفين عمتي قوليلي ترى قلبي شاب نارا بعرف لا ماكو شيء أنت متوهمة لا عمتي أكو شيء واضح إن كلكم قاعدين تتسكرون عن الموضوع وخاشين شيء أبا سهم عشان مصلحة منه أنتو تسوون شذيء مصلحتك إنتي وأخوتي ورجاءن ساهرة رجاءن لا تعدي الموضوع هذا مرة ثانية لو سمحتي إن شاء الله عمتي أنا أصفني أزعج تج أشكر أشكر يا وهي الخير ما تتصور كثير فرحة تستاني سأتب يوسف لما استلمت الجيك لا تشكرني أشكر الله سبحانه وتعالى بعدين الله ساك لي أبو وليب لا عرفه ولا يعرفي لكن سبحان الله علشان يرد الحق لصحابه اللهم لك الحمد والفعل الحق رد لصحابه الحمد لله الحمد لله ولو ما يرد الله سبحانه وتعالى لا حكمه لكن انت خل يوسف يبادر والله سبحانه وتعالى بعوضة أكثر من الإطاف الله كريم إن شاء الله المهم علمني يقول لي صار على محلك اليديد نعم سلامك الله بس يبيله شوية المعاملات هذه تخلص وتخلص الفيز ويدنسها إن شاء الله حق البيعي أقول بقيتك تكلم يوسف علشان أبي يعمل لي ديكور وعلى حق المحل يصمم لي تصميم جيد أه أبي أفكار جديدة للمحل يا حاضر أنا اليوم معزوم عندهم على الغده أهي لا شفت إن شاء الله كلمة ولا أقول لك أدق علي ولا شحق أدق على الحين كلمة جدامة وانت منك له تنيازون ألو أهلا يوزف شونك يا بوي أقول اسمع عمك وجاسبك وقاعد يمي يبي يكلمك اهي 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 اوكي ماشا تخذ كلمة حلا يوزف يا هلا العم بجاسم حياك الله الله يحييك بشرة انتو شلونك وش أخبارك عسى عسى إن شاء الله أفع عليك بس لا تبصي شرطة صوي لك تصاميم أخلي الديرها كلها تسولف عنها أحلى وأجمل التصاميم لك أنت بروحك تامر أمر الله يحييك إن شاء الله بشرة انتبوها وانتسمها الله يقول لك أظلم بغتي إذا قلت لك ما أحبه بالعكس أنا وايد أحبه الله بعدين يوسف ترى أي بنت تتمنى شنون أنا اللي رابية معه وبنت خاله وعايشة معه بس لماذا تسألين لا يعني أنا أسأل من باب الفضول يعني شفت احتمامك فيه يوم باركتي لحق التخرج أنت أمت شو ناصر شاعل لبنية وايد صعب أنها تخفي مشاعرها عن واحد التحبه مزين يعني وأنت تأكدتي من يعني هو إبادلة الشعور تبين الصج وهو إنسان وايد غامل مرات أحس أنه يحبني وايد ومرات أحس ما عدري مزي ساعديني تكفين أنت سألي قولي لا يعني أعرفي شنو ما دي شعرت تجاهي وتعلي قولي لي لا 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 مستحيل مستحيل وليش مستحيل لأن يوسف مثل ما يصير ليش وهو يصير لي بعد بدنا أنا بنت حمه أنا أشيل اسمه يعني وإحنا ربينا السمه وأنا أحبه ما شعل حبيبتي يصحي ترى أنت ولا شيء أمه أنا مليونيرا وعندي فلوس أنت باليان ما تحصلي معاشتك أي لأنك أنت مليونيرا مستحيل يفكر فيك لأن فلوسك هذه الذكرى بالظلم اللي حاشى من أمك وأبوك يلا عنذنت اللي حاشى من أمك وأمك وأشنك أنت مليونيرا كذلك يا أمي ما شلو هاليوم عجيب أخلص مع عاملة الشركة من التجارة ولتقي برفيج عمري اللي ما دني أنه من أسنين وأتفق مع العمب و جاسم على الشقول شهاليوم هذا يما أنا مو مستانس إلا طاير من الفرحة الله يسعدك دوم وعلى سنة أحبك وموت فيك أبي وانسك أكثر حك أبيك تفرح أكثر شنو هذا من منا لجيك يمون من واحد طيب وأمين من معارفنا قبل ينقال له بوليد أنا كنت مسلفته المبلغ هذا وبالصدفة عرفت ترضي من خلال عمك مجاسم قد عمك مجاسم كلم خالق وخالق راح ويا بالجيك يما أنت مسلفح ريال خمسين ألف دينار متح الموضوع يا يما هذا من زمان وين أتكر تعرفين الحمد لله ميش قاعد يصير يما رب العالمين عطاني واحد أشياء بيوم واحد راس المال ياني وزود الحمد لله ربك رزاك اتمنى أمبال سبحان الله الغريب يرجع مبلغ تسلفه من وحده في قدد ذاكغتها من اسمه والأخو يستولي على ثروة تختم ويورثها لأيانا وما تسويت شما سويتي لي ترسيني بحسن الجامعات بس اللي قاعد يصير معانا لا استاذ قاله وهلأ قرأتها بكتاب طول ما احنا عايشين الدنيا تعلمنا المهم الواحد يبتكل على رب العالمين واللي عليه سوي المهم يا ولهدي الشيك مجير باسمك ودى البنك وخلى بحسابك وابتدي شغلك عدد صديقيني أمه كثر ما فكرت وضعت بالتفكير قلت ما كله تسلف من خالي فالح مع أنه عرض علي ورفضت بس ما تسلف منه جنتي لأنه أدري فيش ما راح تخليني يرجع الفلوس بس الحمد لله لحينو عقب هالجيك وانتفاقي مع الشغل مع العب وجاصم خير خير من الله الحمد لله هالفلوس كافت ووفت كل خير موجود يا حبيبي خلقه ما زهب لك الغدا بس ألو هلا مش عال لا 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 أنت مو مش عال أنت خرزت الحظ هلا بالرفيج الطيب اللي من شفتها اليوم وتبطلت لي كلبي بعد الخير وانت ويهك خير علي يا أخوي ما شاء الله عليك توني بايع بيع ها بأتي يا أخت بسعر وايد معقول وايد حلو الله يسلبك يا أخي مشكور ما تقصر اسمع ناطق تمر علي اليوم ها متنساه لا 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 ضروري تيني ضروري حبيبي حبيبي على خير إن شاء الله سلام سلام حبيبي يا أصف حبيبي حبيبي يا أصف حبيبي نحيا الله صال الله يحييك لا شاء الله تبارك الرحمن ها؟ ها؟ هاشيفها اللحكاتات الأسلوي قلت يشوفك يا خالي ها؟ ها؟ انت تنظر ما يضحك ويبتسم ويستانس نعم يبتسم يبتسم نعم من زمان ما عشبتك شي دي أنا يوالله عادان اليوم بحسن حالاتي عايس سيدوغم إن شاء الله إن شاء الله على طول حبيبي ألف مبروك على شغلك مع أبو جاسم الله يبارك فيك ويبارك مع أبو جاسم بعد ها 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 على فكرة ترى الوالدة اليوم عاز مدتك على الغد تعصدش اليوم عندي بأيد اليوم إياك الله انت عاد يا أخال اليوم مغرقني بفوالك يا الله احتعاك شرحتش الكلام الفاضي زيني حبيبي يلي يسررك يسرني واللي يضررك يضرني شفيك انت؟ الله لا يحرمي منك ولا منك قوم قوم شوف الوالدة بسخلتنشبه عاد كعتنشبه الهي لحين لا 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 انت غلطانة تحشرين نفسك بشي ما يخصك ما في داعي الموضوع ينعرف لا ومنك انتين لكن شا اقول حريم إذا ما تحشرون نفسكم كل شي ما ترتاحون شلون ما يخصني؟ شلون؟ انت ناس الحلال اللي راح حلال أرملت أخوي وولده الله يرحمه ناسي انت؟ الحلال اللي راح هذا على قوتك ليش نصيف فيه؟ لا ما لي فيه بس هدايه لأهلي لازم وقفوا مصيبتهم انت ليش شذيء ناني؟ ليش ما توقف مع الناس وتحضر بحزانهم وبفراحهم؟ ليش شذيء ناس يكرهونك ومالك ربع؟ سمعيني زين انا رفيجي اللي اللي مصلحة عنده لكن الكلام هذا اللي تقولينه ما يوكل خبز ولا يغني عن جوع ولا يسدد غرضبنق مو غريبة عليك ضحيت برفيجة عمرك وقصيتها على الريال وخذيت مننا السيكل وعطيتها نص جيمته أو عقب؟ نفس السيكل اللي ذبح ولدك ولا نسيت؟ انا اقول قومي قومي ذل في عنويهي نشبي قداننا خنته غده ابرك من هالكلام الغده ما نشوف بالمطبخ على السفره روحت غده انا ما لي نفس آكل احسن ابرك من ساعة البل بل 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 مرة حنانة كديه ما شفت يبا لا لا اثقلت لا لا اغوجت يبا كلنا غيبنا لا 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 هتماكل شايت لا زين كنت مو رجيب يعني هالك بالعافية هالك بالعافية عافيك اقول احب ع評 لا عندك عذر ابد ما عندك ايسبب يعطلك عن شغلك صاد لا الان شاالله انا يدور على الجهزة المطلوبة والشيء اللي لم حصل على هنين ان شاء الله انا خالق انا خالق هالله عميك لا تصارخز انا فعلا اخول احبت كيف هذه الأمور الثانية يدور بعد الخالق موجود انا حاضر ويجعل تشوفك العافية ويخليك دخل لنا يا أحلامكم دائما تحسسوني يعني أنا شني أنا واحد غريب عندكم ما شننا حنا أهل ويعني أعف عليه هي والله ذخر ما ذخر ذكر عنكم الحج هذا زين اسمع ترى أبو جاسم يحب شغله أن يكون دقيق الله الله بالتصاميم السنعي عرفت شون يشوف التصاميم بعدين يعطيك الموافقة لا تحاتي خالي ابشر أنا عاد متعود شري أخلي العميلة وقع على التصميم اللي يعجبه أي عاد أبو جاسم أعرف لازم يشوف بعويناتها يحرى يغتنع إن شاء الله بيغتنع أقول أخيتي مشكورة على هالغدوة والله طرف عناك أجب ألف عافية الله يعافيج يومة كل اللي يصوروا لنا وكل اللي يعرفونني يعرفون أنه في شيء أنت خاشرته عني وعن ناصر شنو أنا مادر أنت ليه شغل نفسك في المواضيع أنت قصرت شيء أنت عايشة في مستوى إحسن من كل اللي تكلمت عنهم مرات الفلوس تصير نقمة تعافين مشاعل اليوم شغلتلي 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 إنه ملايينتش تذكره بالظلم اللي حاشة من أموتش وبوتش كم تكسد؟ أفط للصر تكسد يوسف حضرتها قاعدة تنافسني بحب يوسف لا وتقولها بويهي إنها تحبها بعد مشاعل طالع لها لسانه قبات تحجي يوم الله يخليش إذا في موضوع صاير وإحنا صغار قولي لنا ضايحيننا خلينا خلينا عرف مو صاير شي مو صاير شي ليش عايلك ما فتح لتش الموضوع تعسبين أكيد صاير شي وبعدين معقولها الحين عمتي وعمي وخالتي سعاد ومشاعر كلهم يقولون نفس الموضوع ومو صاير شي يعني شنو يتبلون عليك اي لأنهم حاقدين علينا حاقدين على النعمة اللي احنا فيها يدرونا ان احنا عاشين بمستوى احسن من العاشين في اوهما فيه مليون مرة اوهما يزرعون الفتنة ما بيننا عشان يحرمونا السعادة هذي كل التصاميم اللي موجودة بالكمبيوتر والإيميل سحبتها موجودة عندي بالايباد شوفت عينك اللي يعجبك يعجبك إن شاء الله واللي تبي تعدل عليه نعدل عليه ما شاء الله لا تعدل شكرا عدل لا تعدل ولا تخير يوسف اعتمد اي بس عمي شنو اعتمد قيمتي ريال اعتمد لك روم مع النحاس ولا الخشب مع الزجاج وترك الواحد فيهم لا سأل شوف يوسف انا بترك الموضوع عليك انت نزن العم عليك امر ممكن تكتبها الكلام على التصميم وتوقع ما شاء الله عليك حريص ولد عيوس اوقع لك ليش ما اوقع لك الشي سوي بعدي عم يعدرني التصاميم هذه والمتيري الغالي والإنسان بعد مؤرب نسيان هذا الشي يحفظ حقي ويحفظ حقيك مو عدل لا طلب تحقك اقول لك ايه شلونك من حملات العلانيين أوه تصدق عادي يا عمي هذا صلب تقصص سعاد حبيبتي ولدك عمراً ته المكتوب أنه ولدك يعيش حاشا في حياتك أبتل حين تعيشينها واني قادرة أحس البيت صار سجن مقادرة تحمل بمساعد ولا نطيقته مو كام ترجمة نانسي قنقر